في جولة جديدة لحراك العملية السياسية في البلاد يعلن الإطار التنسقي مبادرته تسعة في تسعة والتي أكد في بيان إطلاقها أنها قائمة على أساس الوطنية للخروج من أزمة الانسداد السياسية تسع نقاط ركزت على دعوة الأطراف كافة للجلوس على طاولة الحوار حفاظا على المدد الدستورية وحث الأحزاب الكردية على التفاهم والاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية أما حق المكون الأكبر فكان له نصيب بنقطة أساسية في مبادرة الإطار بالحفاظ عليه وتوظيف دوره في الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء واختباره وتقييم برنامجه السياسي كما طرح الإطار مقترحا إلى النواب المستقلين تقديم مرشح تتوفر فيه النزاهة لإدارة البلاد في المرحلة الحالية من عمر العراق ودعمه من جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عددا وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة السادسة والسبعين من الدستور حسم ملف الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية توفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها عن طريق ترأسها لجنة النيابية الفاعلة مع تعاخد المعارضة عدم تعطيل جلسات مجلس النواب يلتزم الإطار التنسقي والقوى المتفقة معه على تعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل قانون الانتخابات والحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم ركزت المبادرة على الالتزام بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية إعمار المناطق المحررة وحل مشاكل النازحين التي جاءت نتيجة الإرهاب الداعشي إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط كما نصت بنود النقاط التسع للإطار لالتزام بتعهد القوى السياسية رفضها لجميع محاولات التطبيع مع إسرائيل تفعيل المؤسسات الرقبية وإجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول والتركيز على الجوانب الخدمية مبادرة يسعى الإطار من خلالها لإنهاء أزمة البلاد السياسية والالتقاء عند نقطة الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد طول انتظاره ترجمة نانسي قنقر